عملية سرقة تعد هي الأغرب من نوعها وفق الطريقة التي نفذت مع صاحب هذا المنفذ سرقة بإرادة مسروق تتعدد وسائل السرقة في الأوينة الأخيرة لكن أن يقوم شخصان بالطلب من صاحب منفذا في منطقة الزعفرانية ببغداد بفتح الخزينة المالية وسرقة الأموال بمساعدته دون شعوره بذلك في حادثة وصفت بالغريبة الطريقة التي استخدموها طريقتين أولاً طريقة الخفة باليد اثنياً اللي هي شائعة حساً أنه تكون التنويم المناطيسي أو في الطريقة أخرى بصراحة مدى إلقالها فد تحليل معين لكن شون اللي صار بشتى الأحوال حاول أنه يلمسني حاول أنه يتقرب يدخل داخل هذا القاطع اللي موجود افتح القاصة فتحت للقاصة بدون أي تردد طلعت فد تشيس بمبلغ خاص بي دولار كانت بايع فد غراض وخال الدولار بهذا تشيس طلعت للدولارز اللي موجود عديك طلعت للدولارز اللي موجود عديك لزم الدولار بيديه بس مجرد لزم إبيديه يعني ومضروب التتشة ما للشدة نفسه رجع الطاني الدولارز كان يقول لي فتح لي العلاقة فتحت للعلاقة باوعد قلت له ما بيها فلوس رجع قللي طب براسك بالقاصة شوف لي أكو فلوس لو لا بعد يقصد الدولار مو العراقي نهائياً مو يم العراقي هو بالقاصة أنا باوعد قلت له ما عندي دولار أنا هنا أنا مسلم الموضوع 180 درجة مجرد أنه طلع من باب المحل مشه مسافة تقريباً 50 متر هنا أنا جفلت من جفلت رأساً صحت فلوسي مباقت كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة التي انصدم بها المسروق بعد دقائق من خروج هؤلاء الأشخاص الذين على ما يبدو قد احتالوا على كثيرين بالطريقة نفسها من صاحب هذا الموقف كنا استغابنا لأنه ليس من نوع دخل أحد وياه المنطقة الجوة اللي هي موال فلوس في عنصفة صافة حدث غريب شوية عم نشفنا في هذه الحالة واها من طلعوهم واها بشوية واستغر يعني تواجع صاد عدة صدمة أكثر من ثلاثة آلاف دولار خسارة صاحبي هذا المنفذ الذي تحدث عن ارتفاع حالات السرقة من هذا النوع وانتشارها في بغداد بعد تسجيل مواقع التواصل الاجتماعي عدة حالات مماثلة من بغداد حسن هادي السومرية